مرحبا بكم مشاهدين شكرا لزميل أحمد أجو ومعي وطيوفه وهذه الأكاديمية الجديدة الخاصة بالطباء أو كما سميت هيئة الإفتاء الطبي سنرى عندما ترى النور هذه الأكاديمية ما هي أهدافها وما الذي ستقوم به في الميدان لن نبتعد كثيرا عن قطاع الصحة ونبقى دائما في تتبعنا الموضوعي نقولها بين قوصين الموضوعي لقضية الأطباء المقيمين وإضرابهم الذي يتجدد مرة أخرى إلى إشعار غير محدد كان لقاء يوم الخميس مع سيد الوزير وزير القطاع حسب ما قيل لنا داخل الوزارة هناك اتفاق على بعض النقاط لكن هناك نقاط أخرى لا تزال شائكة ما هي النقاط التي تتفقوا عليها وما هي النقاط اللي ما زالت مطروحة للنقاش أمر آخر الكثير من الذين سمعوا ويقرأوا ويشاهدون قضية الأطباء المقيمين لا يزال يجهلون من هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر